أوليس عجبا بس من أكم سنة أنا كنت في الرقة ورحنا على سوق النخاسي سوق العبيد ويمكن كتير منكم شافوا البنات اليازيديات وهم عم بهينوا فيه هنا دول البنات الجميلات المخلوقات على صورة الله يعني مظلومات شفتوا كيف داعش رابطين الستات بسلاسل من حديد وعم بيعملوا مزايدة اللي بيدفع أكتر إذا كانت حلوة إذا كانت أصغر يعني بصراحة مجتمع مريض عقليا وجنسيا داعش فكان يبيعوا الستات عبيد أنا متكلمش عن القرن المضحب أنا متكلم على أكم سنة في سوريا والعراق ولما عملنا مقابلات وهي البنات اللي تحرروا شوف يعني المقاسة والآلام النفسية والعاطفية اللي تقلموا منها الشعب ما زال يمارس العبودية لأنه الدينه بيملع عليه هيك طيب بتقولت لا الدين ما بيعملش هيك أكيد يمكن في ناس طبعا يعني يعني لا يعني يعني ضد هذا الموضوع أنا بعرف هذا الشيء لكن أين المظاهرات وأين المظاهرات الكبيرة والعنيفة اليوم أي مظاهرة بتشوف طالما إذا مش من دينك لأنه ناصر أخاك ظالما أو مظلوما وين المظاهرات ضد الأتراك وين المظاهرات ضد داعش عمبرتك بجرايم ضد الإنسانية ضد ناس ضد حقوق الإنسان طب بلاش شعوبنا مستعبدي وفي ظلمة طب أين الشعوب المستنيرة وين أنه تعمل يعني مثل ما بقوله خلاص يعني سد من كل النواحي حتى هاي المجتمعات ترجع وترذع وأنه تعيش مثل بقية الشعوب أنا بتكلم على أكم سنة أحباء كان ببيعوا بنات صبايا في سوق النخاسة في سوق العبيد ترجمة نانسي قنقر